اشتركوا في القناة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات الماليشيا تصدر دعاوة جنائية بحق عدد من المتهمين تنديد واسع من المواطنين بالعملية الارهابية التي استهدفت مواطني مدينة عدبرة من العناوين الى التفاصيل اهلا بكم تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبدالفتاح المرهان احوال المواطنين بمدينة عدبرة بولاية نهر النيل اثر الهجوم الارهابي الغادر الذي استهدفت تجمعا لمصليين عقب الافطار الرمضاني الذي اقيم على شرف جرحى ومصابي معركة الكرامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المسلحة الفريق اول ركن عبدالفتاح المرهان وفد العموديات المستقلة برئاسة احمد موسى وبحث لقاء الوضاع الرهينة وقدم الوفد التهنئة للقوات المسلحة على الانتصارات التي حققتها في معركة الكرامة ضد مليشيا الدقل الارهابية مؤكدا وقوف العموديات المستقلة بجانب القوات المسلحة مبينا ان اللقاء اكد اهمية جمع الصف الوطني وتقوية النسيج الاجتماعي والعمل على اسناد ودعم مؤسسات الدولة وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير الى عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام وسيجري نائب رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة لقاء مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كيرميرديد لمناقشة تطورات الاوضاع الراهنة في السودان ومسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي والرئيس جمهورية جنوب السودان لشؤون الامنية تود قلواك وطاقم السفارة السودانية اصدرت لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة اعلانا بالنشر في الدعوة الجنائية بالرقم 16-13 لعدد 16 متهم جاء فيه انا وكيل النيابة الاعلى عملا بالسلطات المخولة لي بموجب المواد 21-24-25-26-50-51-62-63-186-187-189 من القانون الجنائي المادة 5-6-7 من قانون مكافحة الإرهاب وابناء على ما توفر لدي من معلومات مما حملني على الاعتقاد وبعد صدور امر القبض في مواجهتك قد هربت واخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ امر القبض بمواجهتك بهذا اطلب منك تسليم نفسك لاقرب مركز شرطة في مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ نشر هذا الاعلان كما اطلب من الجمهور المساعدة في القبض عليك الوكيل الاعلى النيابة العامة المتهمون هم عبدالله آدم حمدوك آدم رشا عوض عبدالله العوض زينب الصادق الصديق عبدالله بابكر فيصل بابكر محمد الواثق محمد أحمد البرير محمد عمر يوسف الدقير محمد محمد الفكي سليمان محمد مريم المنصورة الصادق الصديق المهدي خالد عمر يوسف محمد الأمين جعفر حسن عثمان محمد سليمان صندل حقار حمد ياسر سعيد عرمان سعيد شوق عبدالعظيم عثمان ياسين ماهر محمد الأمين علي أبو الجوخ طه عثمان إسحاق آدم ومحمد حسن عثمان حسن لجنة جرائم الحرب إعلان بالنشر وكانت لجنة جرائم الحرب وانتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة قد قدمت إحصائية بعدد من الدعاوى ضد موقوفين من بينها التقرير الذي ورد في قناة سكاي نيوز عربية سودان مجلس السيادة الانتقالي اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة قيدت اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة عبر نيابة بورت سودان وسط البلاغ رغم 16-13-20-24 في مواجهة عبدالله آدم حمدوك آدم رشا عوض عبدالله العوض زينب الصادق الصديق عبدالرحمن بابكر فيصل بابكر محمد الواثق محمد أحمد البرير محمد عمر يوسف الدقير محمد محمد الفكي سليمان محمد مريم المنصورة الصادق الصديق المهدي خالد عمر يوسف محمد الأمين جعفر حسن عثمان محمد سليمان صندل حقار أحمد ياسر سعيد عرمان سعيد شوقي عبدالعظيم عثمان ياسين ماهر محمد الأمين علي أبو الجوخ طه عثمان إسحاق آدم محمد حسن عثمان حسن تحت المواد خمسين واحد وخمسين اثنين وستين مئة ستة وثمانين مئة سبعة وثمانين مئة تسعة وثمانين من القانون الجنائي والتي تتعلق بالتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية جرائم مكافحة الإرهاب لسنة واحد وآلفين قيادة اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة عبر نيامة جرائم المعلوماتية البلاغ بالرقم سبعتاشر تسعين لسنة الفين أربع عشرين حول تقرير قناة سكاي نيوز قدمته المذيعة تسابيح مبارك خاطر تحت المواد أربع عشر أربع عشرين من قانون جرائم المعلوماتية والمواد أربع وستين ستة وستين تسعة وستين من القانون الجنائي لسنة ألف وتسعمائة واحد وتسعين والتي تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة وتقديم معلومات غير صحيحة الدعوة الجنائية رقم أربع وخمسين لسنة الفين ثلاثة وعشرين تحت المادة واحد وخمسين ألف من القانون الجنائي لسنة ألف وتسعمائة واحد وتسعين تعديل عشرين عشرين في مواجهة المتهم عبد المحمود محمد عبد القادر محمد الذي يعتبر من المتعاونين مع الماليشيا المتمردة فضلا عن ذلك ضبط بهاتفه مواد تسيء للقوات المسلحة وتدعم الماليشيا المتمردة وجهت نيابة التهمة للمتهم تحت المادة أعلى وأصدرت أمرها بإحالة أوراق الدعوة لمحكمة جنايات كسلة والتي استمعت لقضيتين الاتهام والدفاع وأصدرت بتاريخ أريخ الرابع عشر من شهر فبراير لسنة أربعة وعشرين حكما بإذانة المتهم وأوقعت عليه عقوبة السين لمدة عشر سنوات اعتباراً من الخامس من يناير لسنة أربعة وعشرين مع مصادرة الهاتف المعروضات لصالح حكومة السودان وإزالة المحتويات محل الجريمة بواسطة خبير الدعوة الجنائية رقم ثلاثة وسبعين اثنين واربعين لسنة ثلاثة وعشرين تحت المادة خمسة وستين من القانون الجنائي لسنة الف وتسعمائة واحد وتسعين قدم المتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات القضارف باعتباره متعاوناً مع قوات الدعم السريع المتمردة وأصدرت حكماً بالإدانة والعقوبة والسين لمدة سبع سنوات البلاق رقم سبعين لسنة ثلاثة وعشرين تحت المواد خمسين واحد وخمسين من القانون الجنائي لسنة الف وتسعمائة واحد وتسعين قدم المتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات القضارف لتعاونه مع قوات الدعم السريع المتمردة وأصدرت المحكمة حكماً بإدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد أصدرت محكمة جنايات ضنغلا حكماً قضى بإدانة المتهم عبد الرحمن شريف محمد سعيد تحت المواد خمسين واحد وخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة الهاتفين المعروضات الخاصين بالمدان بالإضافة إلى أيدانة المتهم شمس الدين عبد الرحمن علي طاها تحت المواد خمسين واحد وخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ومصادرة الهاتف المعروضات الخاص به باعتباره من المتعاونين مع قوات الدعم السريع المتمردة أصدرت اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل قراراً أعلنت من خلاله حظرة جوال الأشخاص والمركبات بكافة محليات الولاية من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومياً اعتباراً من الأربعاء البوافقة الثالث من أبريل العام الفين واربعة وعشرين مع منع إفطارات الجماعية والتجمعات كما قررت اللجنة الأمنية تكثيف التفتيش وزيادة التدقيق بالمعابر مع إحكام العمل الأمني بالأسواق وفي ذات السياق عادت الحياة إلى طبيعتها بمدينة عطبرة داخل الأحياء والأسواق بعد العملية الإرهابية التي استهدفت إفطاراً رمضانياً لبعض المصلين وذلك بفضل التدابير الإحترازية المشددة التي اتخذتها للجنة الأمنية لحكومة ولاية نهر النيل حالة من الهدوء والاستغرار التام تشهده مدينة عطبرة وعودة الحياة فيها لطبيعتها من جديد مع ممارسة البواطنين لنشاطاتهم اليومية وحركة الأسواق العامة وذلك على خلفية الأحداث الموسفة أسر التفجير الذي أحدثته مسير استهدفت مبنى صالة انفينيتي وسط مدينة عطبرة والذي كان يشهد إفطاراً رمضاني لكتيبة البرها الحمد لله لاتشهد الأمنية سيطرت على الوضع كان تم إغلاق السوق لفترة بسيطة واليوم الناس يتباشر عملها عادي جداً المحاكم شغالها، المستشفيات، المواصلات، السفر الحياة طبيعية جداً وإن شاء الله ربنا يحفظ الحال والبلاد والعباد إن شاء الله الحمد لله وضع عادي الصباح جيت من الساعة الثمانية أخذت أغراضي والسوق ما شاء الله معي جاراتي ما في شيء الحمد لله مطمئنين الحمد لله مطمئنين في أمن وامان الحمد لله لكن مبارح كنا بس كان في رهب وخوف لكن حاسي الحمد لله تمام ما في أي حاجة إدانات واسعة من قبل المواطنين والناشطين والحقوقين حول ما تم في مدينة عدرة من أعمال تخريبية وقدر وإرهاب للأبرياء والبوصلين نحن في عدرة ما نعرف كلام زي ده ونحن بندين إدانة شديدة للكلام ده يعني دعم الإرهابي ولازم الجنادر يتقبضوا ويتحاكموا يعني والله ما حدث من زي أخلاق ما أخلاق سودانيين ونتمنى أنه يعني نحن الناس يعني تلم الشمل ما في داعي للمهاترات وما في داعي للمشاكل وكلنا سودانيين إذن فإن نقوم العملية الإرهابية التي استهدف الصلاة الفينة بعدرة ليس القرض منها الخسائر البشري والمادية في حزم بقدر ما هي لزعزعة الأمن وخلق الفتن والإشاعات والأباطيل خالد على أحمد تلفزيون السودان ولاية نهر النيل نبقى في مدينة عدرة حيث جدد عدد من المواطنين دعمهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة مشيدين بجهود الأجهزة الأمنية في عودة الحياة إلى طبيعتها بالمدينة مطالبين بالإسرائي في حسم مليشة الدقل الإرهابية لكن بالأمس مع المغرب حصلت عمرية غدر وخيانة وتمت إطلاق مسيرة من جهة وأكيد الأجهزة الأمنية والاستقبال بصر لهذه العملية لكن صابت الناس من الهلع والخوف لكن الحياة رجعت طبيعية وعادية والناس متسوقة الحمد لله وما في شيء حصل يعني للمواطن والحياة أصبحت طبيعية ونحن من واحدين من الناس تتقنين الليلة بالشيء حصل أمس أن يكون محاكم واقفة لأنه أساسا طبيعة الجنجوي أول ناس اللي أعوانه بيرتقزوا على حتات الفيال المواطن والمحاكم والمسلحات هي حتاتها اللي يكون الهدف أما عطبر من أي ناحية بدأ من واليها لغاية المنطقة العسكرية لأخواننا في الأمن والاستخبارات والمستنفرين البرد مأمن تماما حتى لو كان في خلايا نايمة لا تستطيع الشيء العمل في مدني لا يستطيع عمله نهر النيل ونحن ذاتنا بايتين جنب الحدث وذي خيامنا بايتين جنبها وما في حاجة والله الناس كلها ماشا وسم السواغين وبايعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله والله يسلقنا دينا السنوق دا لأنه نحن والله ذاتنا يعني في عالم كده إنه الناس ذاتنا ونضطرت تكون يعني وقفة الحرب دي والناس ذي يعني استهدافوا السودان دا وفيه استهداف كثير على السودان ونحن ذينا الحاجة دي الحركة عادية في المدينة وما فيه أي مشكلة البلد فيه أمني وأمان أنا كمواطم في الدين أنا كمواطم بدين الشغل الإرهابي دا دي مشكلة كبيرة يعني للبلد وعمل إرهابي من دين الدعم السريع حاجة كده موسيفة جديد والله حاجة موسيفة الناس تكون في الفطور والناس في أيام مباركة يعني كده نحن والله إن شاء الله بنتمنى من الشعب يكون كله يد واحدة جيش واحد شعب واحد في عطبرة يعني أي حاجة لحظنا لا ما طبيعا نبلغ أخواننا في الشرطة والسلطة الأمنية لكي يحفظوا الأمن وهم الآن يعني مقفلين الشوائر محامزين على الوضع الآن والسي ما بيح والسوق متحرق عادي وزي ما شايف حياتها عادية والسجام من البقل صرفت المعايش بتاعي والحمد لله كل حاجة تمام والحمد لله نصدح البلاد نصدح ستودان وجيش واحد وشعب واحد استنكرت قطاعات واسعة بإقليم النيل الأزرق الهجوم الإرهابي على بعض المصلين بمدينة عطبرة وطالبت مكونات المجتمع بالوقوف خلف القوات المسلحة لنهاء التمرد وحسم المتعاونين مع مليشيا الدقل الإرهابية الهجوم الغاشم على مدينة الحديد والنار بعض بره من الجهات الإرهابية وجدت أتشجب والاستنكار وسط قطاعات كبيرة بإغليم النيل الأزرق ما تم بالأمس يبين تماما ما يقوم به ما يسمى بالدعم السري ناس لا إنسانية لا عندهم أخلاق لا عندهم دين لا عندهم أي حاجة جاء ما عندهم أي حاجة جاء اللي بيجي دربوا ناس وكي تشرب نوية في وكي الصيام في وكي الصلاة يعني يطربوا بسيارات لأولاك مجموعة كبيرة جدا من الناس فنحن يا جمع والله من الدعم السري وأوانهم ومرتزقينهم والناس القاعدين في أماكنهم معهم نحن لهم بالمنصاد دي رسالة لأخونا البرهان ولكل غيادتنا نحن أي دولة تدور تتدخل عشان تحاول تحاول تقعد ناس غحب وكل الذين معهم لحل سلمي نحن ضده تماما جاهزين نرد الصاصعين نرد الصاصعين ونحن حقيقة لا بد من أن نكون جاهزين ولا بد من أن الخلايا النايمة يا جماعة أنا بحذر كل الناس أي زول حسيته بأنه الزول ده لو أخوك في البيت معاد هو له علاقة بالدعم السري تبلغ عنه الناس تقرب داشا وتربط بطونة تدافع عن نفسها وتدافع عن إرضا تدافع عن بناتها تدافع عن مالا تدافع عن أغيذتها ولذلك نأكد نحن في اللجنة الولية للسنفار محافظة الرسالس جاهزين وكل الناس في إغليمانين الأزرق جاهزين فيما نادى آخرون بحسم كل من يتعاون مع ما أسمه بالمتمردين مناشدين مكونات المجتمع على همية الوقوف خلف القوات المسلحة لإنهاء جيوب التمرد في كافة الجبهات نحن بناشد حقومة أطبرة وكل اللجان الأمنية الموجودة في داخل مدينة أطبرة أن يكونوا حريصين كل الحرص على الخلايا النايمة من الداخل هؤلاء الخلايا هم غردهم التشويش والترويع يفتكرون عنه القوات المسلحة السودانية الآن تقدمت الصفوف والآن هم على وشك إن شاء الله نهاية هذه الحرب وأؤلاء المرتزقة والخوانة يشويشون بأن البلد غير آمنة نحن والله نؤكد أن السودان آمن بإذن الله وأطبرة إن شاء الله آمنة وأولادنا في القوات المسلحة السودانية قادرين يحسموا هذه التفلتات بإذن الله قام بهذا العمل الإجرائم الإرهابي هو مليشيات الدعم السريع وهو يتناسب مع سلوكها وما عرفت به في الأوساط السودانية أرادت المليشيا بهذا الهجوم الغادر على الإفطار إرسال رسالة إنها بتقاتل في مجموعات إرهابية كما تدعي واحد من أهم الأشياء المكتسبة رفع درجة التعمين في المدن الآمنة التي لم تطلها أو لم تصل إليها أعمال المليشيات ما تعرضت له مدينة عطبرة من عمليات إرهابية وبربرية وجدت استنكار كبيرا وسط مكونات المجتمع بالمناطق الحدودية عصمتها تلفزيون السودان إغليم أنهل الأزرق نبقى في ذات الموضوع أدان عدد من المواطنين بالولايات الشمالية الهجوم على الإفطار الرمضاني الذي استهدف المصلين بمدينة عطبرة منددين بالعملية التي وصفوها بالمخالفة للشرائع والقوانين داعينا لضرورة الاستنفار والالتفاف خلف القوات المسلحة ورفع الحس الأمني لكشف مخططات الخوانة والعملاء يعني الشيء ما جديد ما كبير ذاته الذي علمه السحر رجل ملعون لعنة الله عليه وذين يعني من أفراده ونحن نحن يعني ندين هذا العمل المشين وننصح أخواننا في الأجهزة الأمنية إذا مخابرات ولا شرطة ولا جيش ولا استخبارات أن يكونوا صاححين وأن يكونوا متقذين وأن يضربوا هؤلاء الشرزمة الحاقدة القادرة بيد من حديد وكل من عاونهم وأنا كمواطن ما برضى حاجة زي دا صنعنا وده شغل إرهابي وده شغل إجرام يعني أنت كونه تستهدف المواطن معنا دار تزعزع من الدولة ودار تزعزع المواطن والكلام الزي دا وأنا بوصي كل الشباب وكل المواطنين أنها زي تستنفر وتقيف وقفة رجل واحد خيف القوات المسلحة وتدعم قوات المسلح لأن الحصة وطن يكون أو لا يكون هذا الكلام مداني يعني ما في زول ما فيش في الشرايع ولا الغوانين الأرضية ولا الإنسانية ولا الكونية ذاته بترضى بأنه يكون في زي الحجمات دي يعني في وسطة ما في دولة ولا في نظام ذاته بيقبل لأنه تكون في حجمات زي دي حتى وإن كان هؤلاء الناس ما يسمونهم في غواميسهم كده يعني العالمية أو في زي الحجم الحصة حجم يعني أي زول عنده يسمونه بيستنكره إذا كان عندك أي عدوة ما يشخص فإنت في ميادين أخرى عمل عسكري دي ما يتم داخل المدن يعني وفي سنار أدانت قيادات الخدمة المدنية بولاية سنار ولجان المقاومة الشعبية الهجوم الإرهابي على المواطنين العزل بحاضرة ولاية نهر الني المؤكدين نقفتهم مع القوات المسلحة حتى تحقيق النصر وحسم الماليشيا المتمردة فنحن ندين هذا السلوك المشين الذي لا يشبه يعني بلادنا ولا يشبه فيه يعني في ظروف هذا الشهر العظيم وهذه العيام أيام المغفر والرحمة فنتلقى وشوء يعني غاشم من الفئة يعني وإذن نترحم على الشهداء نتمنى للجرحة عادل الشفاء أولا نطرحم على الأرواحة التي سقطت في إفطار بمدينة عبدرة ونردنا نستنكر العمالة الإجرامية التي تغوم بها مليشيات الدعم السريعي ندين بشدة الهجوم القاشر الذي حدث بالعبس لولاياتنا نعمل في مدينة عبدرة في الإفطار الجماعي الكاتب عبدالله وإسم دين هذا الهجوم القاشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوين هذا الهجوم يحول من نقمة إلى نهمة بأن يرفع الحصة الوطنية لدى كل الجهاد الأمنية الموجودة في ولاية نار النيل وفي السودان عاما نحن في المغاومة الشعبية في ولاية السنار حزننا قاية الحزن لما حدث من استهداف شنيع وهذا الاستهداف الذي استهدف الصائمين القائمين القانتين يعتبر مخالف لكل الأعراف ولكل سبل الحرب هناك مواطن سوداني أدين وأججب العدوان الظالم على السودان عامة والعدوان الآزم في ولاية نهر النيل مدينة عدبرة ونجب 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 بشدة قازل الاختداء الغاجم أدان والي الجزيرة المكلف طاهر إبراهيم الخير الهجوم الغادر الذي استهدف عدد من المصلين بمدينة عدبرة ووصف الوالي ما حدث بالجريمة النكراء التي تتطلب الإدانة الدولية وقال إنها امتداد لما يحدث في الجزيرة من جرائم استهدفت ترويع المدنيين والاعتداء عليهم بعيدا عن ميادين القتال والأعراف العسكرية والأخلاقية التي تمنع الاعتداء على المواطنين العزل داعيا لمجتمع الدولي والمنظمات القانونية والإنسانية بإدانة ممارسات ميليشيا الدقل الإرهابية المزيد من التفاصيل حول هذه الموضوعات المختلفة التي شغلت الشارع السوداني ينضم إليه عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلس السياسي لأستاذ ميدي عبد العزيز أهلا بك مساء الخير عبر أحداث اليوم عبر تلفزيون السودان استنكار واسع من قبل المواطنين في كافة ولايات السودان لما حدث في مدينة عبرة مساء الخير التحية لك والتحية لمشاهدي قناة التلفزيون القومي نعم الحقيقة أنا أنظر إلى هذه الحادثة من ثلاثة زوايا الزاوية الأولى تمثل هذه الحادثة تأكيد على أن ما قامت به القوات المسلحة والقوات النظامية والمستغفرين من عمل كبير وإنجازات عسكرية كانت موجعة وكان نصرا حاسما وهذا إحساس بالهزيمة لهذه المليشة المتمردة ومن خلفها هذه العملية توضع في قائمة ما يسمى بعمليات اليأس حينما ينهزمون يلجأون إلى مثل هذه العمليات السوداء وهذه العمليات الإرهابية تعويضا عن هذه الخسارة وتعويضا عن الهزيمة الشنيعة التي ألحقتها بين القوات المسلحة وقوات الكرام وكلها الزاوية الثانية وأنا أقول الذين يتحدثون دوم ويقولون لك لا تتحدث بنظرية المؤامرة نقول الأمر الآن اتضح العمل الإعلامي الذي قامت به سكاي نيوز أن جاءت بفيديوهات لعمل إرهابي أو لإرهابيين في الصومال وأراد إصاق ذلك بالسودان أنا أزعم ولا أشك عندي إن هذا لعمل إرهابي خطط له أو عمل إرهابي مثل الذي نفز في عطبر وأقول فعلا هذا دولي نحن نرى في العالم إذا انفجرت فقط عبوة ناسفة في رقم من أركان المدن تقوم القيامة ولم تقعد لكن لأن هذا الأمر في السودان وأن هذه مؤامرة وراها قوة تؤثر على الإعلام وتؤثر على كثير من المشاهد الزاوية الثالثة التي أقول هذه عملية غبية مثل عمليات الغبية التي فعلوها من قبل عمليات الاقتصاد والحيث والتفاقر بالاقتصاد فجر المقاومة الشعبية أقول هذه العملية غبية لماذا لأن هذه العملية ستفجر مقاومة جديدة بالحذر الكبير أنا أثق أن القوات المسلحة والمخابرات والشرطة كما يقول مفتحين لكن الآن انظر إلى هذا التفاعل الكبير الآن كل الناس غير العمل الاستخبار والعمل الأمني المقاومة الشعبية والرائع والشباب والمواطنين ستكونون حذرين وستحذون عن أي شبهة أو أي خلية أو أي منزل أو أي عمل وسيكون عليهم وبالن وسيقضون عليهم أقول هذه العملية غبية الآن فجرت واستنهضت هذا المارض الشعبي ليكون ضدهم وضد هذه المريحة المتمردة ومن خلفها ومن وراءه طيب سيد مجد أن تستهدف تجمعا بشريا وأن تستهدف تجمعا للمصلين في إفطار الرمضاني ما الهدف لماذا لم تستهدف بناية لماذا لم تستهدف مؤسسة خاصة أو حكومية في أي من مدن السودان لماذا تجمع البشر تحديدا أولا نعتقد أنهم يريدون أن يرسلوا رسائل مزدوجة أو رسائل متعددة قل يريدون أولا أن يحدث ضرر كبيرا يقول أن الحرب ما زالت مستمرة أو الحرب امتدت إلى المناطق الآمنة وأن هذه الماليشيا يدها تطول وتلحق حتى مدينة آمنة مثل عطبرة ثانية نوعية المنطقة التي هجمت ونوعية المصلين والأشخاص اللي كانوا موجودين يريدون أن يرسلوا رسالة أن هؤلاء كما يدعون مجموعات ارهابية أو مجموعات تقاتل أو هكذا مثل هذه الخزعبلات التي يريدون ثالثا كما قلت هذا هو عمل يائس هم يحاولون دوما مثلما صدح أحد اللياف التي عندهم في السوشيال ميديا وقال نحن الآن يدنا على عطبرة وعطبرة ليست بعيدة هذه رسائل مفترئة ورسائل ضئيلة يحاول أن يرسلوها عبر هذه العملية القبيحة وهذه العملية التي أعتقد أنها ستكون وبال عليهم وأنا أعتقد أن نتيجة لهذه العملية ونتيجة للعمل الدوب وحسنا فعلت ملايات نهر النيل اليوم بإعلان حالة الطوارئ وإعلان حضر التجول هذا هو تضييق الخناق على الفلول وعلى فلول هذه الماليشيا وعلى خلاياها وعلى عناصرها إن كانت موجودة في أي مكان ليس في ولاية نهر النيل فقط حتى في المناطق الأخرى الآن هناك حالة من اليقظة الكبيرة جدا حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة وأعتقد أنه الآن المواطنين أكثر وعيا وأكثر ذراية بما يدور وبما يجري وأنا أعتقد أنه هذه الحادثة ستكون هناك نتائج إيجابية كبيرة جدا في القبض على خلايا أو إفشال مخططات جديدة ينون عملها في بعض المرات طيب باختصار ومن حيث انتهيت تحديدا سيد مجد يعني ما الذي يتوجب فعله على مستوى القيادات العسكرية والأمنية على مستوى ولايات السودان وعلى مستوى مدينة عطبرة مواطنين وعسكريين أنا أقول دوما أننا ثقتنا كبير جدا في القوات المسلحة وقهادتها وترسخ هذه القيادة يوما بعد يوم والناس كما يقول المثل المفتحين وعين كما قلت بدأ المواطنون بأفوتهم الآن بدأت حركة تائفة على تخيط بالتبليق عن كل شبهة وهذا هو المطلوب انتفلاء عن كل شبهات وحاولة تضييق الخناع على أي شيء مشتبه أو أي شخص أو أي منطب هذا هو الذي جاء على المليشي المتمرد بهذا الغباء الذي فعله بعض الضراء أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مجدي عبدالعزيز أن كنت معي على الهواء مباشرة عبر أحداث اليوم في تلفزيون السودان أهلا بكم وفي مدينة كسلا استنكر عدد من المواطنين بالولاية العدوان الإرهابي الذي استهدف المصلين في الإفطار الرمضاني بمدينة عدبرة والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحة مؤكدين أن مثل هذه الأحداث لا تزيدهم إلا قوة وتماسك والتفافا حول القوات المسلحة نواصل هذه النشرة عبر ولاية السودان المختلفة التقى وزير الداخلية المكلفة لواء شرطاء معاش خليل باشا سيرين مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس المكلف رحب سعيد عبدالله بحضور المهندسة جاني بشير مدير قطاع البحر الأحمر وأطلع وزير الداخلية على خطة الهيئة وأهمية تعزيز التعاون لإحكام التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية كما اطمأنا وزير الداخل المكلف خليل باشا سيرين على الأحوال الأمنية بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور وذلك لدى لقائه وفد المحلية برئاسة المك محمد التوم محمد الصباح مشيدا بدور الأجهزة الأمنية والإدارة الأهلية في استدباب الأمن وأتطرق اللقاء إلى أهمية دعم المحلية بمعينات العمل خاصة المركبات إضافة إلى المشاكل الخاصة بالدفاع المدني والسجون وتأمين الطريق للحد من عمليات تهريب المخدرات وتجارة البشر فيما أشهد الوفد بجهود شرطة المحلية في منع مكافحة الجريمة وتقديم الخدمات للمواطنين مشيدين باهتمام وزير الداخلية المكلف ودعمه لمتطلبات المحلية وفي ذات السياق التقى وزير الداخلية المكلف اللواء شرطاء خليل باشا سيرين وفد منطقة تقليب رئاسة الأمير يوسف عبد الرحيم محمود واستمع الوزير إلى تقرير مفصل عن الأوضاع بالمنطقة ووقوف المواطنين خلف القوات المسلحة والأجزة الأمنية الأخرى والمستنفرين ضد المليش الإرهابية فيما طالب الوفد وزارة الداخلية بتقديم الدعم اللازم لقوات الشرطة بالمنطقة حتى تتمكن من توفير الأمن وتقديم الخدمات جئنا لنؤكد للشعب السوداني موقفتنا ومؤاذرتنا ومساندتنا مع قوات الشعب المسلحة في معركة كرامة جئنا لنؤكد معبدانا بالأمث القريب في دحرنا لقوات الدعم السريع المارقة والمتمردة في تلك المعركة التي كانت في العباسية تقلي هي مشهودة على التاريخ وهذا ليس بعديث ونحن في تقليد التاريخ يشهد لنا أشهد وزير صحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بدعم دولة قاطر لسودان في المجال الصحي جاء ذلك خلال لقائب ببور سودان السفير القطري بالسودان محمد بن إبراهيم السادة والوفد المرافق له بحضور رئيس اللجنة الصحية اللوجستية الدكتور خليل محمد إبراهيم والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية الدكتور شيخ الدين عبد الباقي وقال الوزير بل وناقش اللقاء استمراء التعاون المشترك بين البلدين من جانبه أعلن السفير القطري التزام حكومة دولة قطر بتوفير الاحتياجات العاجلة وفق الأولويات وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والإمداد الدوائي في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة وجهت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بوضع خريطة طريق للعودة الآمنة لأحياء أمدرمان القديمة التي تم تحريرها مؤخراً وتتضمن الخريطة إجراء مسح صحي وبيئي شامل للأحياء السكنية تتوافق مع مكافحة النواقل والنفايات وإزالة المتاريس واللافتات واستكمال نقل الجثث والأجسام الغريبة استمع الاجتماع إلى تقرير من هيئة مياه ولاية الخرطوم حول سير العمل في تأهيل المحطات لتوفير الإمداد للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه بجانب شروع إدارة الكهرباء في حصر الأضرار التي لحكت بالمحولات والأسلاك وأمن الاجتماع في هذا الصدد على عقد اجتماع موسع مع ممثلين من المواطنين للالتفاف على رؤية مشتركة ونبقى في ولاية الخرطوم حيث التقى ويل الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة مدير منظمة منظمة بلا حدود الولندية وبحث اللقاء أنشطة المنظمة ودعمها للمستشفيات الخاصة بالولاية خلال فترة الحرب بحضور مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم وأكد مدير المنظمة استعدادهم للعمل بالمستشفيات في المواقع الآمنة أمن اللقاء على تجديد بورتوكول استمرار عمل المنظمة مع وزارة الصحة في المستشفيات المتفاق عليها وتمكين المنظمة يامي بمهامها بالولاية وفي الخرطوم أيضا بحث والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة مع وفد وزارة الصحة الاتحادية ترتيب أوضاع الرعاية الصحية الأولوية الأولية بالمناطق المحررة وأشهد الوالي بدعم وزير الصحة لولاية الخرطوم خلال فترة الحرب مما ساهم في تشغيل العديد من المؤسسات العلاجية لتعويض المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بسبب احتلالها بواسطة المليشيا المتمردة مشيرا إلى وجود مشكلات بيئية في الأحياء المحررة فيما قال رئيس وفد وزارة الصحة إن خطة الوزارة تشمل توفير مياه الشرب النقية وكذلك الأغذية والتحصيل والطبارئ وكل مكونات الخدمات الأساسية جئنا نحمل معنا الكثير إذا من التهنية على الانتصارات والتحية على الصمود الكبير الذي قدمته ولاية الخرطوم والسلفي واليها وكل الأجهزة التي تعمل في ولاية الخرطوم وصبرهم على الصعابة التي واجهتها الولاية على إسر التمرد مليشيا الدعم السريع التي خلفت أضراراً كبيرة بالولاية حقيقة طلعنا الأخ الوالي على الهدف من الزيارة والمتنسل في الوقوف ميدانياً على الأوضاع الصحي في ولاية الخرطوم والتفاكر مع الإخوة الزملة في وزارة الصحة حول كيفية استعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات ككل في ولاية الخرطوم وهذا على أعقاب التقدم الكبير الذي أحرزته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بصورة عامة شهد المدير تنفيذي لمحلية أمبدة أبو القاسم آدم الطاهر الإفطار السنوي الأول لمناديب أمبدة وحي أبو القاسم جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين لدورهم في القتال بجانب القوات المسلحة ضد مليشيا الدقل الإرهابية من جانبه أكد المندوب العام لمناديب محلية أمبدة بالعون الإنساني وكذلك الطوعي الدور الفاعل في الحصر وتنظيم خطة العمل التي تم إعدادها مسبقا مثمنا دور ولاية الخرطوم ومفوضية العون الإنساني والمحلية في دعم الأسر الوافدة وتوفير الاحتياجات الضرورية أهلا بكم عقد المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية غرب كردفان أحمد رحمط الله الإمام اجتماعا ضم مدير الإدارات بالوزارة واناقش الاجتماع سير عملية إدخال البيانات الخاصة بالطلاب الجالسين لامتحان شهادة الثانوير لعام 2023 المؤجل مبينا أن البيانات تشمل الطلاب الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب محذرا من فرض أي رسوم مقابل عملية إدخال البيانات إدارة المرحلة الثانية تواصلت مع مدراء التعليم في المرحلة الثانوية وعايزين الطالب يسجل لنا كل بياناته أول حاجة المحلية المدرسة اسم الطالب رغم الوطني التخصص علمي أدبي زايد فني دم نسبة لطلابنا الموجودين في محلية في ولاية غرب خردفان في محلياتهم الأربعة عشر أيضا دارين الطلاب الوافدين من الولايات الأخرى يسجلوا لنا برضو بياناتهم والولاية التي أتى منها الطالب المحلية المدرسة التي درس فيها الطالب تأكيد بيانات الطلاب لا طلاب الولاية ولا الطلاب الوافدين لا يوجد مليم واحد للطالب ليدفعه لأن الطلاب دفعوا رسوم امتحاناتهم للشهادة بتاريخ مسبق حتى الطلاب الوافدين الجاين من الولايات هم في ولاياتهم عملت ارتباتهم ودفعوا رسومهم فبالتالي احنا ما عندنا نعلوم أي مبلغ مالي فقط للجلوس للانتحان ترأس والي ولاية جنوب كردفان المكلف محمد إبراهيم عبد الكريم اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية وناقش الاجتماع تقارير أداء قطاعات وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية للعام 2023 وأكد مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية مهندس حامد الرقيق عبدالله اللجابو إن المجلس بحث إمكانية تطوير قطاعي التعديل وثروة الحيوانية مشيرا إلى حرص الوزارة على تقوية وتطوير علاقات الانتاج بالقطاعات الثلاث والاستعداد المبكر للموسم الزراعي تجريش تمال على أنشطة بتاع ثلاث قطاعات تشمل قطاع الزراعة والموارد الطبيعية وقطاع الثروة الحيوانية والسلمكية والمرائي وقطاع الموارد الاقتصادية كذلك تتغلنا للفجوة في محصول الزراع وتحدثنا عن الأنشطة المختلفة التي تمت في إدارة هذا القطاع في مكافحة المجال ومكافحة الأفاد القومية وكذلك إنتاج التقاوي بالنسبة لمحطة بوحس كادوكلي وتفرقنا أيضا في عملية تطوير قطاع الموارد السرع الحيوانية وصحة الحيوان وتدخلات المنظمات في هذا المجال تفقد قائد عمليات قطاع ولاية النين الأبيض لواء رقن حيدر علي الطريفي القوات المتقدمة بالقطاع الشمالي بمحليتي الدويم والقطينة واطمأن على الجاهزية الكاملة للقوات المرابطة وكذلك المتحركات للدفاع عن الأرض والعرض جولة واسعة لقائد عمليات النيل الأبيض العسكرية لواء الرقن حيدر الطريفي شملت القوات المتقدمة بالقطاع الشمالي بمحليتي الدويم والقطينة رافقه خلالها قائد الفرقة الثامنة عشر موشا وقادة الوحدات العملياتية بالفرقة ووقفت الجولة على جاهزية الغوات المتقدمة بكافة مسارح العمليات شمالية الولاية أقرأت من كلامنا بتاع قوات الشعال المسألة السودانية الآن زي ما أخواننا القائدين بره هناك أكلوها ناشفا نينة زاتوا بواب بتانيها اللي بيت تعلينا أكلها ناشفا بس غداو بدرجابك ده بنأكلها يا قنجدنا بنأكلها كما جدنا نينة هم نمشي لك في محلك ها بنجيك نينة نينة عيسو مارا جينا نينة دار نمشي لك هناك ترك الفوغو نينة فوغو ترك الفوغو نينة عكلو في مدني نينة بنأكلها في نينة اللبع هنا وبنأكلها في خرثوم جوة إن شاء الله نحنا والله واكفين هنا واكفة الصلبة واكفة الصلبة هنا داعش عن أخواننا العدو دا ما يخش الدويم دا ونحنا جاءزين لأي غتال للخوانة دا أي خائن أي خائن يجرع يخش داعي يخش السودان داعي يخش الدويم داعي يخش أي ربوع من السودان نحن جاهزين الكتيب السابع والله يا حزين متى ما قدت بسيط تتقدم وفي كل جام بس عن إحنا دارن منكم بس تفكوا اللي جام يوم الليلة ذا يوم الليلة ذا لو قدت أن إحنا من حين في دفاعاتنا ذي لو قدت من حين ذي نطلع طوالي قدام والله نطلع طوالي ما عندنا نخوف أطمنوا أخوانكم قاعدين ونوم مرتاحين ونحن إن شاء الله أتموها الناس المهندسين والمدرعات اللي نزيد عليها أخواننا قاعدوا في المدرعات عشر شهور ونحن نقعد يشير الشهر لا إجازات لا أزونات كلها معنا نشعب السودان نوم يطمن بس والله أكبر وأكد قائد عمليات قطاع النيل الأبيض جاهزية الغوات المسلحة ولكهزة الأمنية الأخرى والمستنفرين وامتلاكهم زمام المبادرة بكافة المواقع القتالية بحمد الله وتوفيقه اليوم أننا كنا في زيارة تفقدية لأخواننا زملائنا من الضباط وضباط الصف في المواقع الدفاعية الأمامية في القطاع الشمالي لولاية النيل الأبيض بعد الأعمال العادة الحصلت في اليومين الفاتت الدين وجينا نطمئن عليهم والحمد لله يطمنونا على الأوضاع تماما ونحن من جانبنا بنعكس هذا التطمين لكل مواطن بحربيض ونقول له إن شاء الله ستنعم بالأمن والأمان في ظل وجود هؤلاء الأشاوس وهذه المواقع الدفاعية المتينة جدا والناس لا تتمنى لغاء العدو لكن نقول العدو مرحب في أي لحظة حبابك بالليل بالنهار في أي زمن جيت نحن بتلقانا نحن نحن ذاتنا بإذن الله ومواطن بحربيض يطمئن إن شاء الله شرق وغرب البحر كله نحن جاهزين بمواقعنا الدفاعية برجالنا بكل إمكانياتنا إن شاء الله خنادقنا وغابرنا بإذن الله واطمئننا قائد عمليات قطاع النيل الأبيض على جهزية الغوات المرابطة في الارتكازات الأمامية بمحليتين الدويم والقطينة إضافة إلى المتحركات المختلفة والتي أكدت جاهزيتها للدفاع عن الأرض والعرض محاسين إبراهيم حمد تلفزيون السودان ولاية النيل الأبيض نبقى في النيل الأبيض حيث ودشن وزير التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض ممثل الوالي مصطفى حسن بمشروع قولي الزراعي انطلاقة عمليات الحصاد لمحصول القمح وأشهد مصطفى بشراكات التعاقدية بين المزارعين وشركة هارفيرست في توطين زراعة القمح انطلاقة مبشرة لعمليات حصاد محصول القمح وزهرة الشمس بمشروع قولي الزراعي بولاية النيل الأبيض حيث أسهمت الشراكات التعاقدية بين المزارعين وشركة هارفيرست في توطين زراعة محصول القمح وإدخال زهرة الشمس ضمن التركيبة المحصولية بالولاية الشركة ساهمت في الوضع المعيش بتاع الناس دي كلها هنا في عشر غورة في عشر غورة هنا الشركة مساهمة في معيشة الناس فيها ما أقل من ألف نفر من ألف لفر لألف ومائتين نفر دي يومياً بيجو هنا بيأخذوا الواحد بيأخذ يومياً تلاتة ألف جنيه يوم الحصاد بمحلية تقولي حصاد محصول القمح وأنا أبتكر هذا العام حقق إنتاجيه عالية بيهدى نتيجة تضافر جهود أخواننا في وزارة الزراعة وأخواننا في شركة هارفيرست وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية تمكنت خلال العروة الشتوية من زراعة 75 ألف فدان وشادت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالطفرة النوعية التي حققتها الشركة المستثمرة لمشروع قولي وقالت أن متوسط الفدان بلغ 23 جوال فإننا اليوم في مشروع قولي الزراعي بشراكة مع شركة هارفيرست شراكة عاغودية والحمد لله حضرنا أول تتشين للمحصول والحمد لله بإنتاجية 23 فدان للجوال فده بيدل على الاهتمام الكبير بالولاية النيل الأبيض وتوجيهات الأخ الوالي واللنية إنجاح الموسم الزراعي ومتابعته في تأسيس ومراحل نمو المحصول وإزالة كل المعاوغات التي كانت في بداية الموسم وصلنا لنهاية هذا الموسم وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد إلا أن حكومة ولاية النيل الأبيض استطاعت توفير مدخلات لإنتاج الزراعي خاصة الوقود وأكد ممثل الوالي أن مشروع قولي من المشاريع الرائضة في إنتاج القمح حقيقة إن حكومة الولاية قد أولت الزراع اهتماما خاصا ووفرت كل مدخلات الإنتاج والتقاوي والبزورة المحسنة وقامت بالتجهيزات في وقت مبكر للأراضي والغنوات ودعم المزارعين عبر البنك الزراعي مما أدى إلى هذا النجاح في نسبة الإنتاجية العالية التي نشهدها الآن والتي بلغت 23 جوار للفدان الواحد على الرغم من التحديات التي واجهها الموسم الزراعي الشتوي إلى أن استخدام التغن الفلاحية الحديثة والتأسيس الجيد عوامل أسهمت في إنجاح الموسم الزراعي الشتوي محسن إبراهيم حمد تلفزيون السودان ولاية النيل الأبيض مشروع قلي الزراعي شرعت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف في صرف مرتب شهر مارس للعام 2024 للعاملين بالولاية ومتأخرات المعاشيين المتمثلة في مرتبات ثلاث أشهر للذين تقاعدوا للمعاش في العام 2023 وأطمأ نوالي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب لدى اجتماعه بمباني الوزارة مع المدير العام للوزارة نجاة أحمد محمد ومدير الإدارات المتخصصة بالوزارة اطمأن على ترتيبات المعدة لصرف المرتبات ووجه الوالي المكلف الوزارة بإكمال الإجراءات المتعلقة بطرح عطاءات شراء طولمبات وأنابيب لهيئة مياه الحوات والذلعقيل لإنشاء خط مياه القرى المجاورة لمدينة الحوات عبر محفظة تمويل بنك الإدخار والتنمية الاجتماعية التقت مفوضية العون الإنساني ببور سودان سلوى آدم بالوفد القطري الزائر للبلاد برئاسة يوسف الملة ممثل صندوق قطر للتنمية ومسؤول المشاريع بصندوق الدكتور صلاح الدعاك رئيس الهلال الأحمر القطري بالسودان وقالت سلوى إن الزيارة تأتي بعد المساهمات التي قدمتها دولة قطر للسودان في ظل الظروف الحالية التي خلفتها الحرب من جانبه قال ممثل صندوق قطر إن الزيارة جاءت للتوافق حول عملية توزيع المساعدات لمناقشة الأمور الخاصة بالتعاون المستقبلي في السودان أكد والي شمال دارفور المكلف حافظ بخيت محمد لدى مخاطبته المنتدى الثقافي لحي أولاد الريف بالفاشر دعم حكومته للأنشطة الثقافية ودعا بخيت إلى الوحدة ونبذ كافة أشكال التفرقة والشتات والإسهام في تنفيذ مشروعات بناء السلام عبر الأنشطة الثقافية والإبداعية أوضح رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام خالد يوسف أبو ورقة خطة المجلس في المرحلة المقبلة التي تهدف إلى معالجة كل قضايا المجتمع عبر الثقافة ابتداء بمحاربة خطاب الكراهية نظم اتحاد عام النوبة ببور سودان إفطاره السنوي الثاني وسط حضور فاعل من قيادات المجتمع وأطلب الاتحاد بالتماسك والسعي إلى لعب أدوار إيجابية تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين وأشهد رئيس اتحاد عام النوبة محمد أبو عنجة أبو راس بمؤسس الاتحاد مؤكدا أن الحرب التي تقودها الماليشيا هي تآمر ضد الوطن والنيل من ثرواته وأجدد الفريق شرطة عثمان كباشي التزام الاتحاد بالوقوف خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة الاتحاد يؤكد رفضه وشجبه لكل التصرفات التي قامت بها قوات الدعم سريع بأبشع أنواع الجرائب في التقتيل والتشريد والتهجير والاغتصال والنهب اثنين الاتحاد يؤكد ويرفض كل الوسائل التي قامت بها الأجسام التخرى في إغلاق الطرق والمعابر التي تربط الولاية وولايات أخرى وبين مدن الولاية كل قطاعات النور هي مع قوات الشعب المسلحة نقف معها وقفة غوية ونحن أبنانا كلهم موجودين في الصفوف الأمامية في الغتال ونحن نعرف منهم كثير من الضباط وكثير من الأفراد وكثير من المستنفرين وتحت لواء القوات المسلحة وفي معركة الكرامة نحن معركة الكرامة لأن تردلين كثير من الأشياء الأساسة نحن فقدناه في مرض الجنون كردفان الحياة الآن نحن تلاحمنا وتغاون وترابطنا يؤدي إلى أن لازم نلتفت إلى ولايتنا ونلتفت إلى وحدتنا في الولاية نهاية عرض أحداث اليوم وهذا هو تذكير بأهم المحطات التي توقفت عندها رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد أوضاع المواطنين بمدينة عدبر عاقب الهجوم الإرهابي لجنة جرائم الحرب وانتهاكات الماليشيا تصدر دعاوى جنائية بحق عدد من المتهمين تنديد واسع من المواطنين بالعملية الإرهابية التي استهدفت مواطنين مدينة عدبر إلى هنا تنتي هذه الخدمة الإخبارية قدمناها مع الزملاء من تلفزيون سودان تحية وفريق العمل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر